تعد الصقور من الطيور الجارحة التي تحلق سريعاً في النهار وتتميز بأجنحتها الطويلة والمدببة ويتراوح طولها بين حوالي من 15 إلى 60 سنتيمتراً تقريباً حسب نوعها ولكن عادةً ما تكون الأنثى في الصقور هي الأكبر حجماً والأكثر جرأة يعتبر الصقر من أكثر الطيور من حيث الذكاء حيث يستطيع التكيف والتأقلم في أي عش قديم مهجور وتتخذه منسل لها وإذا لم تجد تقوم ببناء عشها بنفسها عن طريق النباتات والحشائش التي تقوم بجمعها وتشكيلها وتبني أعشاشها غالباً في ثقوب الأشجار أو على المنحدرات الطبيعية موطن السقور تعيش الأنواع المختلفة من السقور في جميع أنحاء الكرة الأرضية تقريباً باستثناء القرة القطبية الجنوبية وأقصى شمال الدائرة القطبية الشمالية وتتواجد بكثرة في أفريقيا وجميع أنحاء أمريكا الجنوبية وتوجد العديد من أنواع السقور المختلفة في أمريكا الشمالية والوسطى وكذلك أوراسيا وأستراليا والجزر المحيطة النظم البيئية التي تعيش فيها الأنواع المختلفة من السقور الجبال والغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة ومصبات الأنهار كما تتواجد في المناطق الحضرية مثل المزارع والحدائق والمتنزهات والمدن المزدحمة غذاء السقور تختلف أنواع الطعام المفضلة عند السقور باختلاف أنواعها ولكنها تعتمد في نظامها الغذائي على اللحوم لذتعد السقور من الطيور الجارحة فتتغذى على القوارب والفئران والزواحف الصغيرة والأرانب والبرمائيات الصغيرة كما تأكل للسقور الطيور الصغيرة التي يمكنها صيدها بسهولة ولكنها ليست انتقائية فهي فقط تبحث عن طعام يسهل استياده دون بذل الكثير من الجهن سلوك السقور بالرغم من تجمع بعض أنواع السقور حول مصادر الغذاء الوفيرة إلا أنها عادة ما تتحرق وتتنقل منفردة باستثناء مواسم التكاثر وعموما فإن السلوك الروتيني للسقور هو الاستمرار بالبحث عن فريسة يعتشون عليها ويسترحون لبعض الوقت في الأعشاش فوق الأشجار ويختلف سلوك السقور باختلاف نوعها فبعضها يذهب في رحلة الصيد خلال فترات الصباح الباكر ويصطاد البعض الآخر في أوقات المساء أما بالنسبة لهجرة السقور فبعض الأنواع لا تهاجر بينما يشارك البعض الآخر في هجرات جزئية أو كاملة حسب النوع والمنطقة تكاثر السقور لا يتكاثر طائر السقر بسهولة أو بأعداد كبيرة حيث لا تضع أنثى السقر الكثير من البيض مثل غيره من الطيور يمكن أن تضع في العام الكامل ما لا يزيد عن بيضتين أو أربعة بحد أعلى ويكون لون هذه البيض أبيضا مصفرا مختلط بعلامات بنية داكنة تظل البيضة بالتي تضعها أنثى السقر مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن خمسة وثلاثون يوما حتى تفقس ويخرج منها السقور الصغيرة ثم تقوم بعدها أنثى السقر وذكر السقر بتوفير الطعام اللازم للصغار تعد السقور من الطيور أحادية الزواب أي تستمر بالتكاثر مع نفس الشريط وتحافظ على أعشاشها لأقصى درجة ممكنة في سبيل التكاثر ما دور السقور في تحقيق التوازن البيئي؟ تعد معظم السقور حيوانات صديقة للبيئة حيث تساعد على التخلص من الآفات والجيف التي تؤثر على الإنسان والبيئة كما تتغذى على الطيور والحيوانات الأخرى التي تؤثر على الإنسان بشكل غير مباشر كما تساعد السقور على تقليل أعداد الحيوانات المفترسة في الحياة البرية مما يساعد ذلك على حماية الموائل البيئية من التدمير التي تخلفه السيادة السكانية الكبيرة من الحيوانات المفترسة الناتب عنها آثار طويلة المل تحافظ بالسقور على المحاصيل الزراعية من خلال تناولها العديد من القوارض والطيور والحيوانات الأخرى التي تساهم في تدمير المحاصيل كما يستخدم الإنسان السقور كطريقة لمكافحة الآفات بدلا من استخدام المواد الكيميائية الضرة التي لها آثارا سلبية كبيرة على صحة الإنسان والبيئة معا ويجدر بالذكر بأنه يجب على الإنسان تجنب استخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الآفات على المحاصيل الزراعية والتي قد تسبب في قتل العديد من أنواع السقور مثل سقور الشاهين حيث يعد سقر الشاهين من السقور المهددة للانقراض نتيجة تسممه من مبيدات الآفات المستخدمة لأغراض الزراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر